تحول الكوبيجي البرتو فالدارس من صاحب محل عدي للحلاقة والتزيين إلى مبتكر أفكار ومبادرات حولت شارعه في قلب العاصمة هاذانا إلى مقصد سياحي وثقافي ونموذج للتنمية المعتمدة على الطاقات المحلية فهذا الرجل الذي يطلق عليه لقب بابيتو قرر قبل سنوات عدة أن يترك مهنة تصفيف الشعر في محل مملوك للحكومة ليفتح محلا خاصا ومن المشاريع التي أطلقها بابيتو مدرسة لتصفيف الشعر يأمل أن تخرج أشخاص قادرين على أن يستقلوا بأنفسهم في هذه المهنة وأن يكونوا مساهمين في التنمية الاجتماعية أنا رجل أعمال وأعتقد أن اللحظة التاريخية لجعل أصحاب المهن ينخرطون في الأعمال الاجتماعية قد حانت في كوبا حيث تسيطر الدولة الشيوعية على 90% من النشاط الاقتصادي منذ أكثر من نصف قرن ما زال مبدأ المسئولية الاجتماعية للمؤسسات غير معروفة وقد حولت السلطات الشارع الذي تقع فيه المدرسة والمتحف إلى طريق مخصص للمشات بات مقصدا للسياحة ولسيما مع انتشار الحنات والمطاعم فيه هذا المشروع يضمن لي مستقبلي لأنني أتعلم مهنة سأمارسها طوال حياتي وهذا ما كنت أطمح إليه دائما وهذا المشروع مطلوب من المجتمع كبارا وصغارا إنه مشروع رائع ومع انتهاء الدراسة وقبل أن يفتح الطلاب المتخرجون محلاتهم الخاصة يعملون بإشراف المدرسة على تقديم تسريحات مجانية لسكان الحي وفي لطيف التقديم الاجتماعي وتقديم الاجتماعي الاجتماعي في المناسبة فى الملاشة